هذا إذن حديث يتم داخل أروقة معينة وأنا أعتقد أنه الهدف الأساسي منه هو التئيس وتبخيس العمل السياسي وتئيس المواطنات والمواطنين من الفعل السياسي الحقيقي قادر على أنه ينتج مجتمع أولا مجتمع المعرفة ومجتمع كذلك متقدم حداثي ديمقراطي متطور قادر على أن يدافع الثوابط الوطنية أعتقد أن هذه مسألة التبخيس التي بدأناها وفيها هذا الخطاب الذي تكلمتم عنه هي مسألة ارتبطت كذلك بالعشرية الأخيرة وبتنامي الخطاب الشعبوي في العالم كله وارتبطت كذلك حتى بظرف اقتصادية التي في المواطن البسيطة أعتقد أنه غرفة كمجلس المستشارين أو حتى غرف أخرى هي إهضار للمال العام وأعتقد أن المال العام لا يهضر داخل المؤسسات العمومية المال العام يهضر في أشياء أخرى التي يجب أن نتحدث عنها يهضر في التهرب الضريبي يهضر في التملص الضريبي يهضر في عدم قدرة البعض على أن يكون مقاولة مواطنة في عدم قدرة البعض على أن يكون عنده الحب لهذا الوطن وعنده غيرة حقيقية لهذا الوطن هنا يجب أن نبحث عن من يبخص وعن من يبخص المؤسسات هذه المؤسسات التي نتحدث عنها هي مؤسسات أولا ارتداها المغاربة فيما بينهم أولا وثانيا هي مؤسسات تطور طبيعي الديمقراطي المغربي التي ناضل الجميع من أجلها في إطار توافق وطني وفي إطار احتكاك في بعض الأحيان ونذكر هنا سنوات الرصاص ونذكر ما قبلها ونذكر ما بعدها من مصالحات لتجارة في هذا الأمة المغربية والتي أدت بنا إلى أن تكون لدينا مؤسسة وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة